اشتركوا في القناة 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 واحد الحالة يعني خطيرة عادت يعرف رسو أنه مصاب مثلا بالسكري أو ارتفاع ضغط الدماوي لهذا خاص الإنسان مرة مرة يمشي يزور الطبيب وخامك يحسبوه له باش يعني يكتش في حالة إلا غايتصب هذا المرض يعني غادي يكون الحدة تكون أقل يعني ويخفف يعني من الشدة ومضاعفات اللي تقدر توقع عليه إلا معرفش أنه مصاب بهذا المرض إذا أنا كنشكركم على هذا البطائق وعلى يعني تفسيرات اللي قدمته وتوضيحات اللي قدمته لمشاهدات ومشاهدين اللي كنتمنى يكونوا استفدوا معنا من خلال هاد المناقشة الآن غادي نشوفوا واحد التمرين اللي غادي يظهر أمامكم على الشاشة إذن هذا هو التمرين هو بطبيعة الحال موجود أيضا في الكتاب المقرر اللي بين يديكم إذن كيف كتلاحظوا عندنا عبارات وعندنا مجموعة من الأمراض إذن غادي نطلب منه فيست قرأ لنا هاد التمرين تفضلي ارتفاع نسبة السكر في الدم ارتفاع سرعة تضفق الدم عجز الكلي عن أداء وظائفها الفشل الكلاوي الفشل الكلاوي ارتفاع ضغط الدموي مرض السكري نعم تبارك الله عليك إذن فهمتوا دباء المطلوب أنكم غادي تقرأوا اسم المرض يعني هاد أنواع من الأمراض المزمينة وطبع للحال تقرأوا العبارات المكتوبين باللول الأحمر وتشوفوا عليش كدل كل عبارة وشية يعني كدل على المرض الفشل الكلاوي أو السكري وغيرها إذن باش المشاهدات ومشاهدين حتى وما يحاولوا إنجزوا معنا هذا التمرين غادي نخليكم تفكروا تحاولوا تنجزوا على الكتاب أو في الكتاب المقرر تفكروا يعني كما نقول دائما نهتوا فقط أرقام مثلا للفشل الكلاوي نعطوها رقم واحد العبارة المناسبة لها نعطوها رقم واحد وهكذا حتى نتهي من إنجاز التمرين وبطبيعة الحال في البيوت ديالكم ويمكن لكم تعودوا تكتبوها وتعودوا تجاوبوا عليه مرة أخرى نعم إذن لبعض الحاضرات نتهي يعني كنشوفهم حطوا الأقلام والباقي يعني كيكمل نعم إذن تبلي الجميع نتاها من إنجاز هذا التمرين كنت من ناحة المشاهدات ومشاهدين يكونوا نجزوهم معنا الآن غادي نقوموا بتصحيح ديالون بدوا بماليكة تفضلي ماليكة جاوبين على المرض الأول شنو كي نسبوه؟ الفشل الكلاوي العبارة اللي عاد نسبوه عجز الكلي عن أداء وظائفها نعم صحيح إذن هذا هو التعريف ديال الفشل الكلاوي والجواب صحيح غادي نمشي عند خديجة جاوبنا على المرض الثاني شنو التعريف دياله؟ ارتفاع ضغط دموي ارتفاع سرعة تدفق دمي نعم تبارك الله عليك إذن من تقوله الضغط الدموي؟ أكيد تنعرفوا أن سرعة تدفق الدموي والجواب صحيح إذن قال لنا آخر مرض بطبيعة الحال وآخر تعريف غادي نطلب من حاكمة جاوبنا عليه تفضلي مرض السكري ارتفاع نسبة ارتفاع نسبة السكر في الدم تبارك الله عليك إذن هذا هو الجواب الصحيح ديال المرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم إذن بعدما صحنا التمنى كانت من المشاهدات المشاهدين يكونوا حتى وما صحوهم معنا غادي نطلب من سميرة تعود تقرأ لنا تفضلي سميرة الفشل الكلوي عجز الكلي عن أداء وظائفها ارتفاع الضغط الدموي ارتفاع سرعة تدفق الدم مرض السكري ارتفاع نسبة السكري في الدم نعم جيد سميرة إذن بعدما قرينا هذا التمرين ويعني ونقشنا الموضوع من خلال البطائق اللي حضرتوا لنا كانت واحد يعني بحل درنا خلاص للموضوع دينا بشكل يعني عام الآن بغينا نعرفه كيفاش نقدروا مثلا الإنسان عنده مرض مزمين أو اللي احنا بغينا مثلا نعرفه المستجدات كنعرفه أن العلم تطور ودائما يبحث على الأدوية المناسبة لأمراض باش يقدر يعالجها إذا بغينا نعرفه كيفاش نزيده نغنيه بهذه المعارف اللي اكتسبناها ونباش نسير المستجدات في المجال الطيبي وغيرها من طبيعة الحال من المجالات شنو يمكن نديره نعم شوفوا ماليكا نعم وستده إلا بغينا نزيده نعرفه على هذا الموضوع دي الأمراض المزمينة خاصنا نزيده نبحته ونقره باش نجبعوا المعلومات كتر نعم تبارك الله عليكم بطبع الحال كينا وسائل عدة كتخلي الإنسان أنه يزيد يعني طور المعارف دياله ويعرف المستجدات في المجال الطبي بحل مسلا البرامج اللي كتدع على يعني في التلفازة أو الراديو كنشوفوا برامج يعني صحية وكي يستدفوا مختصين يعني في مجالات مختلفة من الطب هذي كتساعدنا أنه ننزيده نتعرفه على أشياء كتيرة كذلك الكتوب طبيعية الحال المجالات الطبية اللي كالقاء وكتحدث على هذا المواضع الطبي يعني الأمراض وغيرها من الأمور الصحية اللي خاصة بالإنسان كذلك كينا المطوية وإحنا صبق لنا وشفنا المطوية وقمنا بإعداد مطوية اليوم غادي كذلك نحاول أننا نديروا واحد المطوية إذن قبل ما نبدأوا في الموضوع اللي غادي نديروا في هذه المطوية غادي نتشوف شي وحدة من الحاضرة تعرفنا شنو هي المطوية نصبق لنا وتكلمنا عليها نعم كان خادية بغاية جاوبت فضلي نعم أستاذة مطوية حجم حجم الوسائل نعم تحسيسية لك بحش موضوع شي يهمك للمجتمع تكتبي فيها مواضيع وتكتبي محتفظة لهم نعم تبارك الله عليك فعلا إذن هي وسيلة بطبيعة الحال ووثيقة كنحاولو أنها يعني كدير توعية كنحسو بها الناس أو لو كنعرفوا بشي قضية من القضايا بطبيعة الحال باش كنساعدوا الناس من خلال هذيك المطوية عرفوا لمجموعة هذه الأمور اللي كتتعلق بذيك القضية أو داك يعني المجال اللي بغنا أن نعرفو به إذن هالتعريف هو اللي غادي يظهر أمامنا الآن على الشاشة غادي نطلب من نفيسة تقراه لنا تفضلي نفيسة المطوية هي ورقة ثقنية تحمل رسالة إعلامية لتحسيس المخاطبين بقضية من القضايا وتمتاز بكونها مختصرة وسهلة التداول وتسمى مطوية لكونها تطوى على اثنين أو ثلاث أو أكثر نعم سبارك الله عليك يعني هذا الاسم دياله جاي من أنها كتطوى ما كتكونش ورقة بحدة ولكن كتطوى إذن إحنا كما أسبقوا قلت ما أننا غادي اليوم ما غادي نديروا واحد المطوية طبع الحال غادي نديروها جماعتان في الأول غادي نسوول أن نحنا ضروري كنحدو الشكل اللي واش نطوى على ثلاثة والأربعة إذن نسوول مليكة هاد المطوية اللي بغتين نديروا اليوم على شنو الشكل ديالها اللي نديروها عليه على شحال مثلا نطووها نعم وستده نقدروا نطوية على الجوج ولا على ثلاثة كما قلت لأخط الأفوسة ولا حتى أكثر ولكن إحنا اليوم بغنا نختاروا واحد المطوية شنو تختاري لينا غادي نطوية على الجوج نعم نطوية على الجوج إذن ميكة نطوية على الجوج حكت ولي عندنا من جيها نقدروا نكسبو فيها شكل عندها الجاوب نعم ساميرا بعد جيهات نعم صحيح كيولو عندنا ربع ديال الجيهات غادي نكسبو فيهم إذن إحنا غادي نشوفو الآن واحد الشكل ديال المطوية اللي اختاريتو إذن كيف كتلاحظو مني كانت نيو الورقة على يعني زوج كيولو عندنا ربع ديال الواجهات الواجهة اللولة الثانية أو تقدر تكون هذه اللولة عفوا اللولة الثانية الثالثة الرابعة إذن ربع ديال الواجهات إحنا غادي نبدو الآن نكتبو شنو غادي نكتبو في الواجهة اللولة كاس عارفو الواجهة اللولة هي اللي كتكون يعني كتستقطب وكتجلب الناس باش يقدروا يسمعوا لينا ويعرفوا شنو بغين الموضوع اللي غادي نتكلمو عليه إذن في الأول حاكيمة نشوفوا حاكيمة في الأول غادي نديروا أمراض المزمينة إذن غادي نكتبوا العنوان دي الموضوع اللي بغين نعرفوه به الناس هو الأمراض المزمينة وكيف كانت لاحظوا حنا ما كتبناش داخل المطوية هات شغير فقط باش نقربوا المشاهدات ومشاهدين ويعرفو شنو كنكتبوه وقدروا يقرأوه وتبعوه معانا إذن هذا هو العنوان دي الموضوع اللي احنا غادي نتكلمو عليه في هات المطوية بطبيعة الحال شنو الغاية منو أكيد احنا مين غادي نديروا هات المطوية خصنا نعرفو الناس علاج درنا ليهم هات المطوية لشبنا نعرفوهم بهذا المعرض إذن نشوف نفيسة عمو أستاذة باش نوعي ومنحسون بالخطرات هات الأمراض وي يعني وكيفاش يوقعوا نفسهم منها نعم الوسائل اللي غادي تساعدهم باش يوقعوا نفسهم من هات الأمراض هاتي باش ما تصيبهم شو إن شاء الله إن شاء الله تبارك الله عليك إذن فعلا إحنا عدنا الغاية هو الوعي والناس بخطورة هات الأمراض إذن غادي نقولو من أجل نشري وعيين بطبيعة الحال وغادي تكتبوه غادي يكون بحل شعار كيكون غادي نكتبوه بطبيعة الحال من تحت العنوان أو من أجل وعيين صحي إذن هذا هو الشعار ديال أو يعني الهدف ديالنا والغاية من هات المطوية إذن الآن ضروري باش يعني نحاولوا أننا نقربوا ذاك الإنسان باش يبغي يعني يبغي يسمع لينا ويبغي نقدموا لي هات المطوية ديالنا كنديروا واحد الصورة هات الصورة بضعية الحال خصة تكون معبيرة وكنعرفوا أن الصورة كدير من تتقرب لمفاهيم الأدهان ديال الناس إذن غادي نختاروا واحد الصورة هي اللي غدر أمامكم الآن على الشاشة الواجهة الأولى كيف تبعتوا فيها الصورة ولشتوا الصورة مزيان هي رأى فيها واحد الأشياء اللي كتبر على هات الأمراض كنشوف واحد الخطوط يعني منعارجة هذي كدل على التخطيط لأن الإنسان يكون عنده رتفاع الضغط دموي أو مرض للقلب دروري كيدير التخطيط كنشوفوا ديك يعني ديك الآلة أو الوسيلة اللي كيستعملات طبيب باش كي يعني كيعرف كيقس الضغط رتفاع الضغط كنشوفوا أيضا يعني الألوان يقدر على أنها ديرها مجموعة من الأمراض يقدر يتصاب بها الإنسان ديرين شكل دي القلب وغيرها يعني هذه صورة معبيرة على الموضوع دينا اللي هو الأمراض المزمينة إذن هذا هو طبيعة الحال أو هدية الواجهة الأولى دي المطوية دينا غادي نطلب من سامرة سقر علينا تفضلي نعم أستاذا الأمراض المزمنة من أجل واعي صحي نعم تبارك الله عليك إذن ده شنو غادي نكتبوه في الواجهة الثانية يعني الصفحة الثانية هاد الموضوع هاد هاد الأمراض المزمينة غير نحطوه نسك الأمراض المزمينة كلمتي عارفاش نخص نديرو نشوفو ساميرة نعم نعرفو بهاد الأمراض المزمين نعرفو بهاد الأمراض لتتصب الإنسان وكتبقى معاه طول حياة صحيح إذن غادي نديرو التعريف ديال هاد المرض أنه مرض يصيب الإنسان ويقدر يلازمو طول حياته أو يعني حتى يعني المامات إذن هذا هو الموضوع اللي غادي نكتبوه يعني شنو غادي نكتبوه في الواجهة الثانية من المطوية ديالنا غادي نطلب من ماليكة تقرأ لنا تفضلي تعريفو الأمراض المزمينة الأمراض أمراض المزمينة هي الأمراض التي يصاب بها الإنسان وتبقى معاه طول حياته طول حياته نعم إذن هاد الإنسان قدمنا له هاد المطوية عارفنا علش كانتك المعرف شنو هي الأمراض المزمينة ده بعرف بصفة عامة حنا ده بخصنا نقربو له إذن في نظركم حسني شنو غادي شنو نكتبوه في الواجهة الثالثة من هاد المطوية نعم أستاذا نكتبوه نذكره بعض الأنواع ديالأمراض المزمينة نعم حل مرض السكري والربو واتهب النفاصي تبارك الله عليك وهادي بطبيعة الحال هاد شي غاديبان على الشاشة كيف ما كتشوفه هنا مني كان قدموا لي هاد المعلومات كيعرف أن هاد الأمراض المزمينة كيولي يفهم حتن معنى حيث يقدر يقرأ التعريف ولكن ما يعطيش واحد الأهمية ولكن ما كيشوف هاد الأمراض كيف يفكر كيقول فعلا هاد الأمراض كتتخذ مدة طويلة في العلاج كتتخذر لتفقام لازمة الإنسان طول الحياة دياله إذن حكي ما عطف تطلق رأي لنا هاد المعلومات أو الأنواع ديال الأمراض المزمينة من أنواع الأمراض المزمنة مرض السكري الربو التهاب والمفاصل تبارك الله عليك إذن قتلنا كتبنا دبا ثلاثة الواجهات في هاد المطوية قتلنا آخر واجهة شو نقدرون نكتبه فيها نشوفه ساميرا نعم أستاذا غد نكتبه كيفاش نحميه نفسنا باش ما نمرضوش بهذا الأمراض وخصنا نتبعون أيضا غيداء صحي والمرصور الرياضة والحيمية ونجنبو التوتور ومرة مرة نديرو التحاليل نعم تبارك الله عليك إذن غد نقدمو لهم سبو الوقاية دائما بطبيعة الحال ما نديرو بحال هاد المطويات كنحاولوا مشوا بالتدريج نعرفوا بذلك المرض أو بذلك القضية أو بذلك الأمر اللي احنا كانت طرقوا له نشوفوا كيفما درنا احنا درنا الأنواع باش يعرفوا الناس نزيدون قربوا لهم الأدان ديالهم ثم هنديرو لهم سبو الوقاية واللي هي مهمة باش لإنسان يحساط وما يتصبح بهذا الأمراض إذن هدي بعض منها غادي نطلب من حسن يسقرها لنا تفضلي نعم أستاذا بعض سبو الوقاية من الأمراض المزمنة تباع نظام غدائي متوازن ممارسة الرياضة تجنب التوتر تجنب التوتر القيام بالفحوصات والتحاليل الطبية جيد إذن من خلال هذه المطوية اللي قدمنا اليوم إذا أعطنا هالشي إنسان غادي يعرف شنو هو الأمراض المزمنة وكيفاش يحمي نفسه منها الآن غادي نشوفوا المطوية ديالنا كاملة بعد ما نجزناها جماعة إذن كانت من المشاهدات المشاهدين يكونوا استفدوا معنا اليوم من هذه المطوية لاحظوا عندنا الواجهة الأولى في هالصورة اللي اختارينا الاسم ديال الموضوع اللي هنتكلموا عليه اللي هو الأمراض المزمنة ثم الغاية منه أو الشعار ديالنا من خلال هاد المطوية يعني من أجل وعيين صحيح باش نوعيو الناس ثم دبنا تعريف الأمراض المزمنة ثم من أنواع الأمراض المزمنة اختارينا ثلاثة ديال الأنواع لهذا الأمراض وفي الآخير دينا بعض سبول الوقاية من هاد الأمراض إذن هادا هو الشكل ديال المطوية اللي قمنا بالإعداد ديالها الآن دابا غادي نطلب من كل ورشة تقوم بإعداد يعني واحد المطوية على حساب شنو غا تختار كل واحدة تختار موضوع ولكن دائمنا نبقوا في إطار الأمراض المزمنة إذن عدنا زوج ديال الورشات بطبيعة الحال غادي يحضروا لينا أو يفكروا حينما معدناش الآن لو أقصد يسمح أننا يعني نديروا مجموعة ديال الأشياء نكسبوها ونعبرو عليها ولكن غادي نفكروا جماعاتان كلها ورشة بوحدة شنو غادي نقدموا في هاد المطوية إذن غا تبدأوا ورشة لولاد ديالنا مطوية الورشة الثانية حتى يديرنا مطوية وكنت من نحت المشاهدات والمشاهدين اللي مالا في البيوت ديالهم يقدروا ياخدوا غير ورقة ويطويوها على زوج ويديروا فيها هاد يعني الموضوع اللي نقشنا في هاد ثلاثة ديال الحلقات يعني يخدوا منهم جموعة ديال المعارف والمعلومات يحاولوا يوظفوها ويديروا شكل مطوية إذن تنشوف الحاضرات أخدوا الورقة وطواوها بطبيعة الحال على زوج وكي يحاولوا يفكروا اختاروا موضوع ثم العناصر دياله إذن نستغل هاد الفرصة وناخد هاد البطائق باش نتبتهم على المجلة الحائطية كيف تعودنا دائما أننا كنا نتبتهم البطائق والصور اللي كي يحضروا لنا الحاضرات معنا باش تعم بطبيعة الحال إفادة ودائما يتذكروا الموادع اللي قراؤوها إذن كيف كتلاحظوا يعني الإنسان اللي داز من حدا هاد المجلة الحائطية غادي يعرف المجال الصحي شنو هي الموادع كما أسبقوا قلت الموادع اللي قراها غادي يعرف البحوث ديال الحاضرات وغادي يستفدوا بطبيعة الحال وبالنسبة الناس اللي قاموا بالبحوث مني يعودوا يدوزوا يعني كيحسوا بالواحد الافتخار واحد الاعتزاز أنهم قاموا بواحد البحث وجابهم جمعة دي المعلومات اللي غادي يستفدوا منها بطبيعة الحال الآخرين كذلك يمكن لهم هاد يعني هاد المجلة الحائطية يعني كتتخلي الناس خرين أنهم حتى هما يبغيوا يديروا بحال هاد المجلة باش تعم بطبيعة الحال إفادة ويستفدوا الآخرين منها إذن نتيب اللي الحاضرات نتاهو من يعني وفكروا شنو غادي يقدموا لنا في هاد المطوية الآن غادي نحاولوا ننقشوها جميع ونشوفو شنو داروا إذن غادي نبدو بالورشة الأولى نعم شكولي غادي تقدم لنا شنو الموضوع اللي اختاريتو شكولي المطوية نعم أستاذة اختارينا مرض ثكاري ثكاري نعم وبالنسبة للعناصر نعم أستاذة اختارينا 4 العناصر نعم إذن اختاريتو 4 العناصر اللي غادي تحتو عليها في هاد الواجهة وطبيعة حال العنصر الأول شكولي غادي تتكلم لي عندي نعم نفيسة قد دائما مع نفيسة نعم أستاذة العنصر الأول هو التعريف بالمرض التعريف بالمرض إذن التعريف بالمرض وطبيعة الحال هو اللي غادي يظهر أمامنا الآن على الشاشة إذن الواجهة اللولة كان مرض السكري بحالي قلته ثم كان التعريف اللي هو كي ظهر أمامنا غادي نطلب من نفسها تقرأ لنا تفضلي نعم أستاذة مرض السكري تعريفه ارتفاع نسبة السكري في الدم جيد نفسه بالنسبة للعنصر الثاني نعم أستاذة العنصر الثاني هو الأعراض دياله نعم أعراض ديال هذا المرض هذا والعنصر الثالث هي الأسباب دياله غادي نشوفه العنصر الثاني لأنه غادي يكون في الواجهة الثانية ديال المطوية إذن هو هذا اللي كي ظهر أمامنا الآن على الشاشة مجموعة من الأعراض بطبيعة الحال اللي كتكون عند المريض بالسكري تفضلي حكي ما قرأيها لينا أعراضه العطش الشعور بالعطش ضعف الشهية نعم نحافة النحافة نعم النحافة أو السمنة التوتر 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 كثرته تبول تبول نعم كثرته تبول شعور بالعياء الشعور بالعياء هذه مجموعة من الأعراض لإنسان اللي غادي نعطوا لهذه المطوية غادي يعرف شنه الأعراض دي المريض السكري ويقدر يخذ الاحتياطات دياله إذن بالنسبة للواجهة الثالثة شنو غادي نكسبونه فيسا العنصر الثالث العنصر الثالثة أستاذه هو الأسباب دياله الأسباب دياله إذن هذه الأسباب هي اللي غادي ظهر على الشاشة إحنا بطبيعة الحال إحنا حاولنا أنكم تعرفوا غير على الأقل الأمور التي تقدر الدار في هذه المطوية وبطبيعة الحال ساعدناكم أننا نقدم لكم جمعة من الأسباب والأعراض وغيرها من الأمور إذن الأسباب دياله نطلب من حسانيات قراهات فضلي ثالثا أسباب الوراة قلة ممارسة الرياضة السمنة عدم قدرة الجسم على إنتاج مادة الأنسولين الآن سولي اللي شفنا أنا البونكرياس هو اللي مسؤول عليها في الحلقة الفيتاء نعم هذه هي مجموعة من الأسباب اللي كتتعرض الإنسان لإصابة بمرض السكري غادي نرجو عند نفيسة باش تكملينا تقدم يعني المطوية اللي حضرتها لنا نعم نصر ديالها شنو العنصر الرابع والآخر العنصر الرابع والسادة هو الوقاية من هاد المرض كيفاش نحمي نفسنا بطبيعة الحال والوسائل اللي نستعملوها باش نحمي نفسنا من وقف هاد المرض إذن هي هذه وسائل الوقاية من غادي نطلب من حسنيات قرأة لنا رابعا وسائل الوقاية من التغذية المتوازنة ممارسة الرياضة حملات تحسيسية العمل بنصائح الطبيب جيد إذن هذه هي المطوية اللي قامت الورشة اللولى بالإعداد ديالها وفي الأخير بعض وسائل الوقاية منه كنشكركم على هاد المطوية اللي قدمتوا لنا غادي نتقلوا عند الورشة الثانية غا نشوفوا ساميرا كسبالية المطوية إحداها أو البطاقة اللي يتواصعيني وبحاولوا يجمعوا فيها الأفكار اللي غادي يقدموا لنا تفضلي ساميرا نعم أستاذة نحن نفس الشيء قمنا به نحن تكلمنا على مرض فشل كلاوي وعرفناه أولا وبيننا الأعراض دياله وأسباب دياله والوسائل وقاية منه نعم إذن غادي نشي خطوة خطوة نفس الشيء اللي درناه مع الورشة الأولى غادي نبدأوا بالواجهة الأولى إذن المرض اللي اخترته طبعا الحال هو مرض الفشل كلاوي وذكرتي أن نخص يكون تعريف أكيد هذا باش نعرفه بهذا المرض غادي نطلب من ماليكة تقرأ لنا مرض الفشل الكلاوي واحد تعريف أولا أولا تعريفه عجز الكلي عن أداء الوظائف الخاصة بها جيد إذن هذه هي الواجهة الأولى ديال المطوية ديالكم ثم العنصر الثاني هو أعراضه إذن غادي نشوفوا الأعراض ديال هذا المرض اللي هو نوع من الأمراض المزمينة إذن غادي نطلب من سميرة تقرأ لنا نعم ثانيا أعراضه الألم الآلام الآلام كثرة التبول فقدان الشهية إذن هذه مجمعة من الأعراض يعني اللي يقدر يتصاب بها صايا الإنسان وما يعرفش رسوله أنه مصاب بالفشل الكلاوي إذن إذن إذا شاف مثل هاد الأعراض خصوه يمشي عند الطبيب باش بطبيعة الحال يفحصوه ويعرف رسوله وش هو سليم بدنيا أو لا عنده يعني مرض من هاد الأمراض آخر العنصر الثالث اللي غادي تقدم لنا ساميرة العنصر الثالث هو أسبابه الأسباب إذن غا نشوفه الأسباب وغادي نطلب من مالكة تقراها ثالثاً أسبابه ثالثاً أسبابه الإصابة بحصاء بحصاء الكلي عدم ممارسة الرياضة عدم الشرب الماء بكترة جيد وآخر عنصر دائماً مع ساميرة ورابعاً ووسائل وقاية منه جيد إذن وسائل وقاية من الإصابة بهذا المرض غادي نطلب من ساميرة تقراها لنا نعم الغذاء الصحي الغني بالخضر والفواكه ممارسة رياضة المشي شرب الماء بكثرة التوعية به الحفاظ على المعدل الطبيعي لضغط الدم جيد هذه وسائل وقاية من الإصابة بالفشل الكلاوي إذن هذه هي المطوية لقامة الورشة الثانية وحدة العناصر اللي غادي تكلم عليها غادي تظهر أمامكم كاملة الآن على الشاشة هي هذه كتشوفوا المرض اللي اختارته تتكلموا عليه اللي هو مرض الفشل الكلاوي كنت تعريف الأعراض الأسباب ثم وسائل وقاية من القلق أو الإصابة بهذا المرض بعدما أنجزتوا الورشة الثانية وكذلك الأولى هاد المطوية تبزوج غادي تشوفوهم أمامكم الآن على الشاشة إذن هذه المطوية الأولى لكي نعلى اليمين ثم المطوية الثانية اللي فيها أمراض الفشل الكلاوي كانت مننا المشاهدات ومشاهدين حتى هم يكونوا داروا واحد محاولة في البيوت ديالهم حاولوا يديروا بحال هاد المطوية وطبع الحال هي عندها دور كبير في التحسيس والتعريف بهاد الأمراض المزمينة إذن بعدما نتهينا من إعداد المطويات كانت مننا تكونوا استفتوا وكذلك تحاولوا توطفوا هاد التعلمات بطبيعة الحال في الحياة اليومية ديالكم مع الناس اللي كتعرفوهم مع الأسرة ديالكم إلا بلكم شيء عرض من هذا الأعرض ديال هاد الأمراض حاولوا تقوموا بالفحص الدوري باش تقدروا تحميوا نفسكم خصوصا إلا كان بداية المرض غادي نقدروا نعالجوه ونتحكموا فيه بطبيعة الحال إذن بهذا غادي نكون وصلنا نهاية الحلقة ديالنا اليوم بعدما نقشنا آخر موضوع في المجال الصحي اللي كان الأمراض المزمينة غادي نديروا واحد الحلقة خاصة بالتركيب وإدماج التعلومات لهذا غادي نطلب منكم باش تبحتوا في الموادع الأربعة اللي شفناها في هذا المجال اللي كانت هي المخدرات والإدمان عليها كانت هذا الموضوع ديالنا ديالهم الأمراض المزمينة الأمراض النفسية وكذلك مرض السرطان وفي الحلقة المقبلة بطبيعة الحال غادي نقشوا البحوث ديالكم وهذا موجه حتى المشاهدات ومشاهدين اللي كيتبعونا يحاولوا يبحثوا ويعرفوا أكتر على هاد المواضع وفي نفس الوقت كيرجعوا الدروس ديالهم باش نديروا بجمعة ديال التمارين إذن بهذا أخواتي إخواني عفواً غادي نكون وصلنا نهاية الحلقة ديال اليوم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة